السلام عليكم بنات كتير اللبس عليكم تنتمنى انكم تكونوا كامين بخير وعلى خير واشهركم بركة اخواتي الكريمات اليوم عندي لكم فيديو جديد من ابتكاري المتواضع نتمنى انا وينان اعجاب ديالكم كيفما تتلاحظوا اخواتي هو عبارة على ملاقية مباشرة على التوب بالكروشي شبيهة بالماكرامي تدجي رائع جدا وتنتمنى انا تنين اعجاب ديالكم وما تنسج انا كم تكملوا الفيديو من بداية النهاية باش تشوفوا جميع التفاصيل وتنتمنى انا كم تدعموني وتشجعوني باش دائما نجيب لكم الجديد والجديد وغدي نبدو بسم الله على بركة الله اول حاجة غدي نحتاج لها وهي قطعتين من التوب ضروري باش غدي نتخدموا املاقها وغدي نعملوا لهم الحبكة الحبكة رالي جا خدمتها لكم في فيديو سابق غدي ندخلوا القناة وغدي نتلقوها اولا غدي نتلقوها في صندوق الوصف من بعد غدي ننخدموا عقدات البداية غدي نبدو اه بتتبيت الحرير غدي نتبتوه بغرزة حشو من بعد غدي نرتفعوا باثنا عشر سلسلة من بعد مخدمنا اثنا عشر سلسلة غدي نخدو القطعة الثانية بالنسبة القطعة الثانية غدي نخدمو كيف ما ستلاحظوا اخواتي في الفيديو غدي نخدمو من الجهة الخلفية اولا من الظهر ديال التوب ما غدي نش نخدموه بنفس الطريقة باش خدمنا في القطعة الاولى غدي ندخلوا الكروشي من الظهر ديال القطعة وغدي نتبتو الحرير بغرزة حشو من بعد ما تبتنا بغرزة حشو وغدي نجيو الغرزة الموالية وغدي نخدموه غرزة حشو تانية وغدي تكون كارتفاع بسلسلة واحدة من بعد غدي نجيو لهد اثنا عشر سلسلة وغدي نعمرها بغرزة حشو. غدي نخدموه كاملة بغرزة حشو انا تقريبا خدمت فيها عشرين غرزة حشو وانتم على الحساب كل واحدة وليد ديالها كين اللي تطرخي الخدمة وكين اللي تتزير الخدمة على الحساب كل واحدة وطرخ الخدمة ديالها. انا بالنسبة لي خدمت عشرين غرزة حشو. وتنتمنى اخواتي ان تكملوا الفيديو حتى النهاية وما تنسوش لايك في هاد الوقت فاشتتفرجوا هبطوا وعملوا واحد لايك ولي الله اول مرة غدي تزول القناة ستنتمنى ان كنت تشتركي في القناة وذلك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس بجديه ما توصلوا بالجديد لانا لما فعلتوش الجرس را ما غديش توصلوا بالجديد واللي التي مشتاركة عندي من قبل وما توصلهاش للجديد تحاول انها تديزاكتيفي اولا تخرج من ل، تخرج يعني تسحب الاشراك ديرها وتعاود تشترك وتفعيل الجرس وغادي هكذا غادي ارجع لها لقاع الاشعارات غادي بداي وسلوها هاي حاجة درتها جديد غادي توصلها من بعد مكملنا أخواتي غرز حشو سنحصلوا على هذا الشكل دبا غدي نجي القطعة الأولى من بعد ما وصلنا القطعة الأولى غدي نخدموا في الغرزة الموالية غدي نخدموا غرزة حشو من بعد دائما في الحبكة غدي نخدموا دبا منزلقة هذه منزلقة أولى ثم غدي نخدموا في الغرزة الموالية منزلقة للمرة الثانية ثم في الغرزة الثالثة غدي نخدموا منزلقة للمرة الثالثة دبا بعد ما خدمنا ثلاث منزلقات غدي نرتفع بثمانية عشر سلسلة يعني في السطر الأول خدمنا فقط اثنى عشر سلسلة وفي هذا السطر خدمنا ثمانية عشر سلسلة غدي نتعرفوا علاش إلا كملتوا الفيديو حتى النهاية غدي نتعرفوا علاش خدمت في السطر الثاني خدمت أكثر من السطر الأول من بعد ما كملنا خدمت 18 سلسلة غدي نجيو القطعة الثانية بنفس الطريقة دائما من الجهة من الظهر ديال التوب غرزة الثالثة غدي نخدم غرزة حشو باش غدي نتبت هات الثمانية عشر سلسلة ثم غدي نجيو الغرزة الموالية دائما في الحبكة من جهة ديال الظهر القطعة الثانية غدي نخدم غرزة حشو من بعد غدي نعمروا هاد السلاسل بغرز حشو دائما على حساب اليد ديال كل لوحدة وطارق ساف الخدمة واشتطر خير الخدمة ولا تتزير انا بنسبة لي خدمت 28 غرزة حشو باش عمرت هاد السلاسل وصراح هاد الملاقية تجيرها اعجيد دان تجيشها بيها بالماكرامي وتنتمنى ان اتنال اعجاب ديالكم ولي عجباتكم دائما ما تتساوش لاك للفيديو اللي عنده اي سؤال او لا استفسار او لا اقتراح حطوا لي في التعليقات وقد نجاوبكم بكل فرح وسهلة تال الخدمة سهلة تفل الخدمة ديالة سهلة خصوصا بالنسبة للمبتدئات يعني سهلة غدي تجيهم ديالة تعتمد على فقط السلاسل وغرزة حشو ومنزلقة وممكن ان نستخدمها بحالة كده في جليل بيت هكده خفافين في قفاة مات يعني غير لجيو زويني نخفاف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة